مرحباً وكذلك من الريحة الكريهة التي تتسرب من المسرف الصحي في هذه المنطقة سأخذكم مع الساكنة ومع المعاناة لهم مع ضعف البنية التحتية بهذه الجماعة كما تتبع معنا مشاهدي قناة شوف تافي تفضلوا معنا تفضلوا معنا حكيولينا على هذه القضية قلت أنه كل ما عطل الله سبحانه وتعالى الأمطار إلا أنتما تعانيوا ومع المنطقة ومع المنطقة تفضلوا معنا نعم كل الأمطار يتبعون كثيرة القوائد تقومون بأسرح فهم يدعون الإغلاق لذلك من دين لم ينطقوا الوضع ومع المنطقة وعندما يدعون وكان يقولوا هنا لدى سيطمامنا يقومون بأسرح المنطقة يدعون إلى الوضع ما هي المشكلة لديكم في الفضاء العمومي؟ تخسر علي اموال كثيرة تقدر تصنف بالملايين ويقوموا بسقو فيه ويقوموا بسبب العطش يعني هذا مشروع هنا المتنفس من السكينة أعم، هنا كان معناه شراء متنفس ولكن المشكلة ليست لديكم فيه ويقوموا بخشارك ويقوموا بشاركات انتخابات فهم ينبغي تفضل معنا تفضل معنا لكو قالوا لنا على الضعف البينيات التحتية قلت أنه كومك تعاني وفي كل فصل الشتاء كذلك فصل الصيف بالريحة الكريهة التي تخرج من هذا المشروع بالفعل كما لاحظنا هنا اليوم أن مجموعة من الزوغارات نحن مسجودين وسبب أن صاحب المشروع لم يكن الواجب في جياله حيث أن هذا الجزرطري الذي كان خاص بهم في موضوعين يحبس الأوساخ ومعاركس الأسفال فإذا كان يتفاجئه أنه يدعهم في بعض الأماكن والبعض الآخرين الذي كان خاص بهم يكون فيه مدى لهم وهذا الشيء تسبب مشاكل كبيرة للساكينة قد تكون رائحة كريهة يتعاني من السكن بالإضافة إلى السيدات للغار في الفترة ومعاركس الأسفال ومعاركس الأسفال وهذا الشيء يسبب مشاكل كبيرة بالنسبة للساكينة خاصة للساكينة في الواجهة الغربية للقرية النموذجية التي يعاني أن الماكز عليهم حتى الدول ديالهم هذا ما يمكن إذن أتوقع معنا مشاهدي قناة شوف تفي ومعنا دائما رئيس أو نائب رئيس جماعة السابق اللي قد حكينا على واحد المشروع بالمناسبة هنا واحد المشروع واحد المنتزة أو جاغدان هنا بهذا الجماعة اللي تقولوا أن تصرفات عليها واحد المبالغ مالية اللي هي يعني بها أيضا اليوم كنشوفوها في هذه الحالة الكارتية مشاهدي قناة شوفته كما قلت فهذا مشروع كما قال لنا هذا نائب رئيس جماعة السابق مشروع ربما 16 مليون سنتيم اللي كما تشوفوا معنا تشجير هذا المشروع هذا المشروع ربما نائب رئيس اللي غير يحكي لنا القيمة المالية باش اللي تصرفات على هذا المشروع والحلاء دي المشروع اللي احنا متواجدين في عين المكان دابا تفضلوا معنا هذا الشي هذا احنا دائما تنقولوه وتنأكدو عليه بالله عليك هذا تساوه واشهده هو العمال واشهده يلجي ديه واشهده هو الحرث على على ترشيد النفقات واشهده هو الحرث على تتبع المشارع واشهده هي الخدمة اللي يمكن لنا نقدمه للمواطن هذه حديقة لحسب التصور والاعتقاد دي الرئيس الجماعة على انها كانت قد يكون متنفس الساكن دي القرية النموذجية بالله عليك واشهده متنفس لاحظ معايا يبقى وغير العطلال الشجر مات من بعد ما تصرفت عليه اموال واليوم الملك في خطابه الشهير واللي كان تاريخي ينح على هذه المسألات ديه الجديد في العمال واشهده هي الجديد وهدي رسالة للمسؤولين في الملاد احنا مني كندوي وتنقش وتنقول ودير هالشي هدا رعبت في عبت تنولي وحنا يا ممزينينش تنولي وحنا يا احنا يا مصدر اطاراتي المشاكل ولكن احنا تنقول الحقائق لانه احنا ملكيين وحنا مع الماليك وحنا مع التوجيهات ديه الماليك لان الماليك ما تقولش شي حاجة لما تخدمش المواطن المغربي المشكلة عندنا في النخاب السياسية المشكلة عندنا في واحد المجموعة دي الرجالات الترابية في البلاد المشكلة عندنا كذلك فان العمل ما تكونش فيه تتبع ما تكونش فيه مراقبة قيمة هاد المشروع هاد المشروع هاد المشروع ترسدت له تقريبا ستاشر مليون سنتيم تتبع احنا مرحبا ستحق ونعطيكم واحد المسألة هاد المشروع هاد المشروع جبهم الشباب ديال منطقة وواحد من الجموعات ديها تشتروا هادوك البنواترا جبهم الشباب ديال منطقة وهذا كل شي داروا الشباب ديال منطقة مرة يخدمون وحسبت الجماعة على أنها هي اللي درت هذا الحديقات وهذه من النتائج الكارتية التي يعرفها سوء تسيير التدبير داخل الجماعة ديالتسي ديجابر وتنعود نأكد على أن هذا الرئيس يعرف من أين تأكل الكتف من بعد ما كانت يركب على مطور اليوم أصبح له أسطول من السيارات وأصبح له العديد من الممتلكات والعقارات وتنعود نأكد على سؤال الجوهري بس تحرق الجهات التي تعنيها الأمر وتفعل العملية ديال المحاسبة وتسولوه من أين لك هذا أفاش كيتاجر أشنو كيدير حتى يوصل لها الطروة دي وشكرا إذن مشاهدنا كما تبعتم معنا من خلال هذا البطل المباشر دائما بضواحي بني من الجماعة سيدي جابر مشاهدي قناة شوف تيفي من خلاله عنوناه بضعف البنية التحتية والمشاكين التي تعيشها الساكنة هنا بهذه المنطقة منطقة جماعة سيدي جابر مشاهدي قناة شوف تيفي نعود لكم في مباشر جديد في موضوع جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر